بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي أهلا وسهلا بيكم في مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم فرعنا اللي هنتكلم عليه النهاردة هو فرع الهندسة وسبق درسنا في دروسنا اللي فاتت عن متوسطات المسلس واتكلمنا كمان عن بعض الخصائص عن المسلس وأنواعه والأصناف الموجودة عنه كتير يعني عندي مثلا مسلس متساوي الأضلاع أو مسلس متساوي الساقين أو مسلس مختلف الأضلاع يعني بصنف المسلس من حيث أطوال أضلاع اللي هنتكلم عليه في منهجنا في الترمي الأول وهنركز عليه قوي هو المسلس المتساوي الساقين اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت واتكلمنا وركزنا ان المسلس متصاوس ساقين عبارة عن 3 اضلاع في ضلعين فيهم متساويين الضلعين المتساويين بيحصروا زاوية تسمى زاوية الرأس زاوية الرأس يا ترى هتكون حدة ولا قيمة ولا مفارجة اي حاجة من الثلاثة ولكن الشرط المهم اوى عندي ان زاوية القعدة اللي موجودين عندي تحت لازم يكونوا زاوية من النوع الحادي يعني زاوية حد النهاردة هنتكلم عن بعض النظريات المسلس المتساوي الساقين يلا بينا نشوف تعالوا بقى نتكلم النهاردة عن نظريات المسلس المتساوي الساقين وهنتكلم بالتحديد عن نظرية واحدة معنا فيديو جميل جدا وبسيط قوي ورائع من الاي كي بي من فيديو من بنك المعرفة تعالوا نشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عنه تعلمنا من قبل ان في اي مثلث متساوي الساقين هناك ضلعان متطابقان وبالتالي فان زاويتي القاعدة المقابلتين لهما يجب ان تكون ايضا متطابقتين ولكن لماذا؟ لكي نتعرف على ذلك علينا ان نقوم باسبات هذه النظرية فهيا بنا كما هو مبين بالمثلث المتساوي الساقين الف به جيم هناك ضلعان متطابقان وهما الف به والف جيم ما نريد ان نثبته هو ان زاوية الف به جيم تطابق زاوية الف جيم به الخطوة الاولى هي رسم شعاع ساقط بحيث يكون الف دال عموديا على به جيم ويقطعه في النقطة دال الان نحن اصبح لدينا مثلثان الف جيم دال والف به دال يمكنك ان تلاحظ ان الف دال هو الضلع المشترك بينهما وبالاضافة الى ذلك الف جيم يساوي الف به وايضا قياس زاوية الف دال به يساوي قياس زاوية الف دال جيم يساوي تسعين درجة والان عليك ان تضع هذه النقاط الثلاث دائما في عقلك وتدرك ان المثلثين متطابقان مع بعضهما بسبب تحقيق حالة من حالات التطابق وهي الزاوية القائمة والضلع والوتر من الخطوة السابقة بما ان المثلثين متطابقان اذا فالزاويتان الف جيم به والف به جيم يجب ان تكون متطابقتين ومتكافئتين وهذا هو المطلوب اثباته بسيطة اليس كذلك بعد فهمها تماما والان جاء دورك انت للتدريب على المثلث متساوي الساقين اثناء الفيديو اتعرضنا لبعض الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده يعني مثلا اسقاط او رسم عمود من نقطة رأس المثلث وكمان في الفيديو سمعنا عن لفظ التطابق يعني كل الحاجات اللي احنا درسناها في الهندسة اكيد بنحتاجها في اثبات النظريات اللي احنا بناخدها السنة تعالوا بقى مع بعض اللي بتكلم عن نظريات المثلث المتساوي الساقين واللي بتدي مع بعض بالنظرية الاولى اللي هي نظرية واحد نظرية واحد بتقول ايه زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان يعني ايه متطابقتان يعني الزاوية دي تطابق الزاوية دي يعني ايه برضو يعني قياس زاويةي القاعدة اللي اتنين قد بعض في القياس يعني نفس القياس بالظارب طيب انا عاشي ازبدا زي ما شفن في الفيديو الاولاني كل اللي انا هعمله الاول هشوف انا معايا ايه انا معايا مسلث اسمه ال constant المعطيات اللي فيه يعني الحاجات أو الData أو البيانات اللي هو مدهالي إن القطعة المستقيمة ألف به تطابق القطعة المستقيمة ألف جين المطلوب إثبات إن زاوية به تتطابق مع زاوية جين يعني الاثنين يطلعوا قد بعض في القياس العمل اللي احنا هنعمله كله هنعمله هنرسم القطعة المستقيمة ألف دال عمودية على القطعة المستقيمة به جين وما ننساش لما بنرسم عمود أو نقول في قطعة مستقيمة عمودية على قاعدة معنى ذلك ان انا معايا دلوقتي انشاء لي او صنع لي زاوية قائمة ومعنى زاوية قائمة يعني زاوية قياسها بيساوي تسعين طيب هيبقى على الناحيتين مش ناحية واحدة بس تعالوا مع بعض بالراحة خالصوا وبساطة كده نسبة النظرية دي اولا انا معايا مسلسين اول ما رسمنا العمود كده قسمنا المسلس الكبير لمسلسين ايه المو المسلسين المسلس الاول الف دال به والمسلس التاني الف دال جين فيهم حاجة مهمة جدا مشتركة ايه اللي انا شايفها ان هما مسلسان قائمة الزاوية يعني ده مسلس قائم الزاوية وده مسلس قائم الزاوية هاجد بعض الحاجات المشتركة بالتنين في البداية هنجد ان القطعة المستقيمة الف به تتطابق مع القطعة المستقيمة الف جين يعني الاتنين ليهم نفس الطول ودي معطى يعني ايه معطى يعني هو اللي ايه الهالي هكتشف بقى لما اجا بص للرسم واحنا اتفقنا ان احنا لازم نتكلم مع بعض الاشكال او الرسم نفسه لازم نتكلم معه طب القطعة دي موجودة بتعمل ايه طب انا شايف ايه كل ده لازم اطلعه في البرهان بتاعي فانا شايف ان القطعة المستقيمة الف ده اللي احنا رسمناها اللي هي عمودية على القعدة به جيم ده ضلع مشترك بين المسلسين يعني ضلع في المسلس الاول وهو نفس الضلع برضو في المسلس التاني فبنسميه ضلع مشترك الشكل ده مش بيفكرك بحاجة سبق ودرسناها في الصف الأول الاعدادي برافو عليك احنا خدنا في الصف الأول الاعدادي نفس الإطار ده أو الشكل ده والكلام ده كله كان بينطلق مع درس التطابق وخدنا من التطابق أربع حالات يا طرح دي الحالة الكام أحسن دي الحالة الرابعة اللي كانت بتختص بالمسلس القائم إزاوي من التطابق اللي احنا شفناه هيبقى المسلس ألف دال ب يتطابق مع المسلس ألف دال جيم وكان سبب التطابق وطر وضلع طيب في ناقص حاجة كمان الحاجة الثالثة اللي هو الهالف الأول خالص ان ده مسلس قائم الزاوية وده مسلس قائم الزاوية يعني في زاوية مشتركة عند اللي هي ب90 درجة في النهاية من التطابق اللي احنا شفناه ان زاوية به تتطابق مع زاوية جيم بمعنى للمسلسين مدام تطابقوا مع بعض يبقى كل الأضلع اللي هنا تساوي كل الأضلع اللي هنا وقياسات الزوايا اللي هنا برضو قد قياسات الزوايا اللي هنا وده كان المطلوب إثباته من النظرية نتيجة مهمة جدا بتقول إيه النتيجة إذا كان المسلس متساول أضلاع يعني إيه مسلس متساول أضلاع يعني أضلاعه التلاتة متساوية في الطول كل أطالهم زي بعض أنا هستفيد إيه لما أشوف مسلس متساول أضلاع النتيجة بتقول لو كان المسلس متساول أضلاع فإن زواياه السلاسة تكون متطقة يعني زي ما أضلعوا قد بعض برضو زواياه اللي جوه هتكون متطبقة يعني قد بعض يعني قياساتها قد بعض وقياس كل زاوية يطره بكام ويكون قياس كل من هما ستين درجة طيب مش معنى ستين ما يكونش مثلا سبعين خمسة واربعين افتكر معايا كده من المراحل اللي احنا خدناها ان مجموع قياسات زوايا المسلس الدخلة تساوي مية وتمانين درجة والتلات زوايا اللي جوه هما قياسهم قد بعض التلات فهاخد المية وتمانين نقسمها على تلاتة هيبقى قياس كل زاوية يساوي ستين درجة تعال لاحظ بعض الحاجات المهمة جدا قياس اي زاوية خرجة للمسلس يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين عدى المجاورة لها في الشكل اللي قدامي كده تعاني اتكلم على الشكل قبل ما نقول الاستفادة بتاعتنا والاستفادة بتاعتنا دي اللي هو الاسلوب اللي انا هكتبه في البرهان يعني في مسألة البرهان لما اجد حاجة زي كده المشكلة عندي انا بحل المسألة وبجيب كل حاجة بس مش عارف اكتبها طيب هتعال الاول اتكلم معنا الشكل احنا شايفين في مسألة اسمه دال هيه واو تمام وفيه نقطة هيه موجودة عندي تحت بتنتمي للشعاع واو ميم طيب مدام فيه نقطة بتنتمي للشعاع يبقى اصبح عندي زاوية مستقيمة اللي هي واو هيه ميم دي زاوية مستقيمة ومدام هي زاوية مستقيمة هيبقى قياسها يساوي مية وتمانين درجة طيب دي من الحاجات اللي احنا شايفانه اللي احنا بنتكلم عليه في الملاحظة ان الزاوية الخارجة اللي هي زاوية دال هيه ميم دي زاوية خارجة برا المسلس والزاوية الخارجة دي بيكون ضلع من اضلاعه وضلع من اضلاع المسلس والضلع التاني هو الشعاع اللي مرسوم عليه او يكون على استقام واحدة بنجد ان الزاوية الخارجة قياسها بيساوي ايه مجموع الزاوية تاني الداخلة تاني اللي هي زاوية مين بقى دال واو طب يا أستاذ ما فيه زاوية دال هيه واو دي زاوية دخلة برضو احنا بقى هنكانسل دي خالص يعني هنلغيها مش عايزين هنلغيها خالص احنا هنركز على الزاويتين البعاد عنها مش المجاورة ديها اللي هي زاوية دال وزاوية واو لما نجمعهم هيكون قياسهم هو نفس قياس الزاوية الخارجة اللي هي دال هيه مين تعال نشوف الكلام الكتير اول اللي احنا قلنا ده هنصيغه ازاي بصيغة برهان بما انه وازن ببساطة خالص اولا انا عندي فيه المسلس دال هيه واو بحدد المسلس اللي انا شغال عليه اتنين عندي نقطة هيه بتنتمي للشعاع واو مين زي ما احنا قلنا هكتشف ايه هكتشف ان هيه هي زاوية خارجة عن المسلس دال هيه واو وكمان هنجد ان قياس زاوية دال هيه مين تساوي قياس زاوية هيه دال واو زاق قياس زاوية دال واو هيه يعني قياس الزاوية الخارجوي ساوي مجموعة الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها تعال نشوف مع بعض تدريب بسيط جدا في كل من الأشكال الآتية أوجد قيمة الرمز المستخدم لقياس الزاوية في الشكل الأول مديني ضلعين قد بعض وفي زاوية بخمسين أول حاجة لازم أحدد الزاوية دي هي زاوية إيه؟ هل هي زاوية قعدة ولا زاوية رأس؟ لأن الأمر هيختلف طيب زاوية خمسين دي أو الزاوية اللي قياسها خمسين هي زاوية قعدة وزاوية السنين اللي عايزة برضو زاوية قعدة وأنا معايا مسلس متساوي الصقين وأنا عارف أن المسلس متساوي الصقين زاوية القاعدة بتكون متطابقة تانية يعني قد بعض في القياس مدام الزاوية منهم اللي هي زاوية القعدة بخمسين على طول الزاوية القعدة التانية برضو هتساوي خمسين درجة طيب في الشكل التاني أنا بقى عندي هنا ضلعين برضو قد بعض يعني برضو المسلس زا مسلس متصوص ساقين طيب الزاوية اللي هو مدهالي زاوية قياسة 54 حدد الأول هي زاوية قاعدة ولا زاوية رأس إذا ده موجودة ومحصورة بين الضلعين يعني على طول زاوية رأس طيب وعايز صاد وصادي زاوية قاعدة بجيبها إزاي هنتكلم ببساطة خالص لما يبقى معاك زاوية رأس وعايز إحدى زاويتين القاعدة يعني لو جبت واحدة خلاص هادر جيب التاني طيب أنا عايز أجيب الواحدة دي أجيبها إزاي كل اللي احنا هنعمله أنا عارف إن مجموعة الزاوية كلها بمية وتمانين هيبقى مية وتمانين ناقص زاوية الرأس اللي موجودة عندي أنا عارف إن ناتج الطرح اللي هيطلع هيبقى مجموعة قياسي زاويتين القاعدة أنا عايز واحدة بس واللي اتنين قضي بعض فهيقسمهم على اتنين يعني ببساطة خالص هيبقى بالشكل ده مية وتمانين درجة ناقص باربعة وخمسين اللي هي زاوية الرأس وأقسمها على اتنين عشان أجيب زاوية واحدة بس على طول هيطلع معايا تلاتة وستين درجة وبالتالي هتبقى زاوية القاعدة التانية كمان بتلاتة وستين درجة في الشكل الثالث عايز قياس زاوية نون اللي فوق اللي فوق وزاوية نون محصورة بين ضلعين قضي بعض يعني دي زاوية رأس طيب بصرعة كده انت مش معاك زاوية هنا باثنين واربعين ودي زاوية ايه زاوية قاعدة فشيء طبيعي ان زاوية القاعدة التانية على طول برضو هتطلع باثنين واربعين درجة كويس جدا احنا كده جدنا الزاويتين خلاص العملية هانت فاضل زاوية الرأس اللي هي مين نون ما احنا لسه عارفين دلوقتي ان مجموع قياسات زاوية المسلسة الدخلة كلها مية وتمانين درجة هاجمع الزاويتين وهنترحهم من مية وتمانين يعني مية وتمانين ناقص اتنين واربعين واثنين واربعين هيديني كام برافو عليك ستة وتسعين كده جيبت نون فاضل عندي قياس زاوية هي ركز بقى في هي دي لانها مهمة جدا هي هي دي جوة ولا برا جوة مين وبرا مين يعني جوة المسلس ولا برا المسلس شيء طبيعي ان هي اصلا استحالة تكون جوة لان هو خلى زاوية هي برا مش جوة يعني خارج خالص هي فمعنى ان زاوية هي برا فدي زاوية خارجة عن المسلس يبقى عايز قياس الزاوية الخارجة دي قدامنا طريقتين الطريقة الاولى اولا انا عندي ان القاعدة اللي تحت دي كلها مستقيم ومدام في مستقيم وفي نقطة بتنتمي للمستقيم يبقى عندي زاوية مستقيمة وقياس الزاوية المستقيمة بيساوي مية وتمانين درجة وعندي الزاوية المجاورة لزاوية هي اللي هي باثنين واربعين فاقدر اقول مية وتمانين لان هي مع اثنين واربعين يديني الزاوية المستقيمة كلها فهيبقى 180 ناقص 42 اقدر احصل عليها او في طريقة تانية اسهل ان زاوية هي دي زاوية خارجة عن المسلس اللي موجود قدامي وانا لسه عارف دلوقتي ان قياس الزاوية الخارجة يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين عدل مجاورة ليه يبقى هبص الزاوية 2 اللي هي ب96 وزاوية القاعدة 42 اجمعهم مع بعض على طول هيديني مين هيديني قياس الزاوية الخارجة اللي هي زاويتها هيبقى 42 زاوية 96 هيساوي 138 درجة تعا نشوف شكل كمان شكل رقم 4 في مسلسين جوا بعض يا أستاذ المسلسات اللي بتبقى جوا بعض دي بتلغبطني والله عندك حق فعلا بس احنا لما نتبع بعض الاساليب البسيطة جدا بحيث ان احنا نسهل على نفسنا تبقى سهل على نفس ازاي افصل ده لاش تبص للمشكلة لاني بعتبر البرغان ده مشكلة وفي مشاكل جوا كتير فصعب قاو ان انا ركز على المشاكل دي كلها مرة واحدة عشان احلهم صعب استحال اقدر احل مشاكل كتير في نفس الوقت اعمل ايه افصل الاشكال الموجودة واعتبر كل شكل مشكلة واحل كل مشكلة الوحدة واكيد ان شاء الله في النهاية هنحل كل المشاكل يعني في المسلس اللي تحت ده الصغير اللي هو جوا ده اللي هو باللون اللبني بديني زاوية الرأس ب120 وهنا ده مسلس متساوص ساقين وطالب زاوية سين طيب ما سين دي زاوية ايه زاوية قاعدة طيب انا عاية زاوية رأس يعني 120 اقدر اقول 180 نقص 120 على طول هيديني درجة اللي هي كان بقى 180 نقص 120 هيديني كان رابع عليك هيديني 60 طيب ال60 دي المين للسين ولا لحتة التانية لا ال60 دي لسه هنقسمها على 2 ايوه 60 على 2 هيديني 30 يعني زاوية سين بتلاتين كده جبت سين طيب بالنسبة بقى للزاوية التانية اللي هزاوية بايه القاعدة التانية برضو هتبقى بتلاتي تمام كده طيب جده حلنا مشكلة مشكلة التانية في المثلث الكبير خالص اللي موجود عندي فوق ده ده برضو مسلث متساوص ساقين زاوية الرأس فوق بي 40 باربعين معنى ذلك ان انا برضو هتبع نفس القاعدة ان 180 ناقص ال40 هيديني 140 هنقسمهم على 2 عشان نقدر نجيب الزاوية التانية اللي تحت اللي هم زاوية القاعدة في المثلث الكبير 180 ناقص 40 هيديني 140 على 2 هيديني 70 طيب يا استاذ ما انت في حتى ناحية لمن كده انطلع منها 30 يبقى من السبعين فاضل كام برافو عليك فاضل 40 وهي بالنسبة لبردو هي نفسها زاوية مين برافو زاوية صاد يعني برضو هتطلع 40 درجة في الشكل التاني انا ملاحظ ايه انا ملاحظ مسلثين وفي بينهم ضلع مشترك برضو اتبع نفس الفكرة في مشاكل كتير حل كل مشكلة الوحدة في المثلث جهة اليمين عشان اجيب صاد هعمل ايه اولا المثلث ده في ضلعين قد بعض تمام في زاوية من زاوية القاعدة ب35 لان صاد هي زاوية الرأس اللي هو عايزه طيب زاوية القاعدة ب35 يبقى شيء طبيعي جدا ان زاوية القاعدة التانية برضو هتطلع ب35 طيب يبقى كده فاضل عندي مين زاوية الرأس بجيب زاوية الرأس ازاي مجموعة الزاوية كلها هنمعي زاويتين مجموعة الزاوية كلها 180 هنجمع الزاويتين ونترحهم من 180 يعني صاد هتساوي 110 درجة الحمد لله حلنا مشكلة في المسلس اللي جنبه هنلاقي ان في عين ولام دول مفقودين بس لو بصين عليه شوية هنجد ان هو مسلس متساوي الصاقين يعني في زاوية القاعدة بتكون متساوية في الايه في القياس طيب هعمل ايه عندي حاجة صغيرة خالص هو زاوية 110 الزاوية اللي جنبها دي مشلتين دول زاويتين متكاملتين لان نقطة صاد او الزاوية اللي موجودة عند نقطة زاوية صاد دون اطب تنتمي للقاعدة كلها فمعنى ذلك ان دي كلها زاوية مستقيمة والزاوية المستقيمة قياسها 180 هنطرح منها 110 يبقى فاضل معايا 70 طيب جميل اوي كده انا جبت زاوية اللي هي 70 ما السبعين دي عبارة عن ايه عن زاوية قاعدة يبقى زاوية القاعدة اللي جنبها اللي هي عين برضو هتكون نفس القياس يعني برضو هتكون 70 درجة الله ده احنا قربنا نخلص اه ده انا عندي 70 وعندي 70 اقدر اجيب اللي هي زاوية الرأس اللي هي الزاوية اللي فضلة مجموعة الزاوية برضو 180 هنجمع السبعين والسبعين ونترحهم من 180 في النهاية هديني زاوية اللي هي بربعين درجة يبقى التعامل يا حبايبي في المشاكل هي مشاكل صغيرة بعض المسائل في البرهان هي مشكلة ما نحلش المشاكل كلها مرة واحدة لانه صعب او ان انا حل المشاكل مرة واحدة في الاشكال الكبير لازم نجزق الشكل جزء جزء وابتدي احل كل مشكلة لوحدها واعمل العلاقة بين الحاجات اللي انا بتطلع تعالوا مع بعض نشوف كمان تدريب في الشكل المقابل الشكل اللي قدامي الف بهجيم مسلس متساول اضلاع معنى مسلس متساول اضلاع يعني اضلاع التلاتة قضي بعض على طول بافتكر كل شيء بيخص المسلس المتساول اضلاع من حيث ايه اضلاع زي بعض وايه تاني افتكر برافو عليك انا عندي كل زي ومن زي وبرده بيكون متساوية بسرعة وقياس كل واحدة فيهم احسنت بستين درجة دايما يبقى زهنك حاضر لما جيب سيرة حاجة افتكر كل حاجة عنها عنده نقطة دال بتنتمي للشعاع بهجيم بحيث ان بهجيم يساوي جيم دال يعني بهجيم قد جيم دال كده عمل علاقة كده بين المسلسين هو طالب من حضرتك ايه طالب يثبت ان به الف قطع مستقيمة عمودي على القطع المستقيمة الف دال ومعنى ان هو بيطلب ان ده عمودي على ده طبا انا هعرف عمودي منين يعني مثلا هجيب من قلة وايس او هجيب مسترة مثلا ومسلس وعرف ان فيه تعامد معنى عمودي يعني بيتم انشاء زاوية برافو عليك زاوية قائمة يعني قياسها بيكون تسعين درجة تعالوا نشوف مع بعض هنسبت المثال ده ازاي في البداية اول حاجة انا قلت لحضرتك انه عندي المسلس انت اللي قيل يعني المعطيات اللي بيقولها لك دي لازم تستفيد منها ما بيقولش حاجة كده ديكور او بيخلي شكل المسألة حلو لا ده هو بيديك حاجات علشان تساعدك لما فيه حاجة تسيبها يبقى اكيد فيه خلل في المسألة وفيه حاجة مش هتطلع مظبوط او هتفضل اعيك كده تفكر طب هو هتدي ليه انا ما استفدتش منه يبقى اكيد فيه حاجة هتبقى ناصر المثلس الف به جيم مثلس متساوي الاضلع انا استفيد ايه من كده ان قياس زاوية الف جيم به تساوي قياس زاوية به الف جيم تساوي قياس زاوية به بتساوي 60 درجة ودي نتيجة من النتائج اللي احنا قلناها كمان هنجد ان عندي نقطة دال بتنتمي للشوع به جيم معنى ذلك ان زاوية به جيم الف به جيم الف زاوية خارجة عن المسلس الف جيم دال معنى ذلك ان قياس زاوية به الف به جيم الف تساوي قياس زاوية جيم ألف دال زائد قياس زاوية جيم دال ألف كل ده هيساوي 60 درجة وهنسمي دي العلاقة الأولى فئة المسلس ألف جيم دال بما أنه أننا عندي جيم ألف بيساوي جيم دال إذن قياس زاوية جيم ألف دال تساوي قياس زاوية جيم دال ألف من واحد واثنين بقى اللي احنا طلعناهم هينتج أنه أن قياس زاوية جيم ألف دال هتساوي قياس زاوية جيم دال ألف اللي اتنين هيساوي 30 درجة طيب بما أنه أن قياس زاوية به ألف دال تساوي قياس زاوية به ألف جيم زائد قياس زاوية جيم ألف دال إذن أن قياس زاوية به ألف دال بقى كلها مع بعض يعني هنجمع الستين وهنجمع التلاتين في النهاية هيديني تسعين درجة ومعنى تسعين درجة إن هي بتقول إن أنا زاوية قائمة معنى ذلك إن في عمود مرسوم إذن قطع المستقيمة به ألف هتكون عمودي على القطع المستقيمة ألف دال تعالوا مع بعض نشوف بعض التدريبات البسيطة على البورد فيه الشكل المقابل ده الشكل الموجود قدامي بيقول في المعطيات بتاعته ألف به جيم مسلس فيه ألف جيم بيساوي به جيم تعالوا مع بعض كده نحاول ما نقطرش المعطيات قوي وإحنا بنقرع عشان ما نطلق بطش ونمشي جزء جزء في الشكل اللي قدامي عند الضلعة ألف جيم فين ألف جيم ده بيساوي به جيم ده يبقى الضلعين دول قض بعض يعني معنى ذلك أن المسلس ألف دال جيم على طول مسلس متساوي الساقيم على طول مدام قلنا مسلس متساوي الساقيم يبقى زاوية القعدة اللي هنا قد زاوية القعدة اللي هنا طيب وعندي كمان إن شعاع ألف دال يوازي بهجيم فين ألف دال؟ أهو بيوازي القطع المستقيمة بهجيم مدام قالت توازي على طول بدور على القاطع يعني إيه القاطع؟ القاطع معنى القطع المستقيمة اللي بتصل بين اللي اتنين بيوازوا بعض طيب عندي كم قاطع؟ ده بيوازي ده عندي ده قاطع وعندي كمان ده قاطع طيب أستفيد منهم إيه؟ لو أنا اشتغلت على القاطع ده فأصبح عندي الشكل ده على طول أنا بسمعك ده حرف الزد برافو عليك ومعنى وجود حرف الزد هيبقى الزاوية اللي هنا بتساوي الزاوية اللي هنا يعني برضو هتبقى 30 درجة بسبب إيه؟ بالتبادل يعني كده الزاويتين دول بيصاوا بعض عشان الوضع اللي هم فيه تبادل طيب هو عاز مني قياسات الزاوية المسلس قالت بهجيم اللي هو المسلس ده بمجرد إننا طلعت زاوية جيم عندي بتلاتين ودي زاوية إيه؟ طرقها ده ولا رأس ركز كده آه ده صاق وده صاق يبقى دي زاوية الرأس أقدر أجيب الزاويتين اللي هنا إننا هقول 180 ناقص الثلاثين اللي هي زاوية الرأس وبعد كده أقسم على 2 كل زاوية من الزاوية ده هتكون هو الناتج بتاعه طيب إحنا خلاص عرفنا الفكرة ما طي الله بينا بقى نشوف البرهان هيبقى إزاي أول حاجة احنا اتكلمنا على إيه؟ اتكلمنا إن ده مسلس صح؟ واتكلمنا كمان إن ألف جيم بيساوي به جيم تعالنا أخذها بقى بما أنه بما أنه في المسلس ألف به جيم إيه اللي موجود فيه؟ إن ألف جيم تساوي به جيم شوف أنا بستفيد إزاي من المعطيات؟ طبعا أنا هستفيد إيه؟ إذن إن قياس زاوية إحنا قلنا الزاوية دي قد دي ياريت الزاوية بثلاث حروف مش بحرف واحد لأن في بعض الزاوية بيكون مشتركة جيم ألف ب جيم ألف ب تساوي قياس زاوية جيم به ألف أو ألف به جيم ألف به جيم طيب وبعدين إحنا قلنا إن ده بيوازي ده وده قاطع يعني بما أنه ده يسمو إيه بقى؟ إن الشعاع ألف دال بيوازي القطعة المستقيمة به جيم وعند القطع بتاعه حدده اللي هو مين؟ اللي هو ألف جيم والقطعة المستقيمة ألف جيم ما لها؟ هي قاطع لهم مدام قاطع يبقى الزاوية اللي هنا بتساوي الزاوية اللي هنا اسمها يبقى قياس زاوية دال ألف جيم إذن قياس زاوية دال ألف جيم تساوي قياس زاوية ألف جيم به لاتنين هيساوي 30 درجة ولازم أوضح السبب بالتبادل طيب زاوية جيم دي زاوية الرأس صح احنا عايزين بقى قياس زاوية ألف وقياس زاوية ب هيبقى قياس زاوية ألف اللي هي زاوية القاعدة في المثلث المتصوصصقي هي نفسها قياس زاوية ب لما نعمل ايه لما نقول المية وتمانين كلها ناقص التلاتين على اتنين يعني تساوي مية وتمانين ناقص التلاتين هيساوي مية وخمسين على اتنين مية وخمسين على اتنين هيساوي خمسة وسبعين ضرق يعني هنا 75 درجة وهنا 75 درجة عايزة تأكد ان انا فعلا جبت زوايا صحيحة للمسلس انا عارف ان المجموع كله للتلاتة بمية وتمانين خمسة وسبعين وخمسة وسبعين مية وخمسين مية وخمسين وتلاتين ها يجيني مية وتمانين درجة تعالوا مع بعض نشوف مثال كمان في الشكل المقابل ألف به بيساوي ألف جيم وقياس زاوية به بيساوي اتنين سين زائد 13 وقياس زاوية جيم تساوي تلاتة سين نائز 17 أوجد قياسات زاوية المسلس ألف به جيم طبعا انا عارف ان اول ما شفت حاجة زي كده فاتخضيته وانا متعود ان لما بشوف قياسات زاوية بالأرقام يعني 20 درجة 30 درجة 50 درجة المرة ده حتطلي مقادير جبرية بتعبر عن قياس كل زاوية طيب انا هعمل ايه؟ بالروحة خالص كده يعني اتكلم شوها من الشكل واستفيد من المعطيات اللي عندك انت بتقول ان ألف به بيساوي ألف جيم يعني هنا بيساوي هنا صح؟ يبقى معي مسلس متساوي الساقي معنى ذلك ان زاوية القاعدة قد بعض في القياس معنى كده ان 2 سين زائد 13 تساوي 3 سين نائز 17 بقى كل اللي قدامي ده معادلة يعني اكنه جبر بالزبط هنجيب السين جنب السين وهنجيب التلاتاشر النحية التانية مع الأرقام هيبقى عندي 2 سين نائز 3 سين تساوي سالب 13 نائز 17 هنا هيديني سالب سين بيساوي سالب 30 السالب هيطير مع السالب أو أضرب في سالب 1 في سالب 1 هيبقى سين تساوي موجب 30 طيب أنا كده خلصت لأ أنا جبت سين بتلاتين هكنسل سين خالص وحط بدلها 30 وهيبقى 2 في 30 يعني قياس الزاوة الأولية أو قياس الزاوة التانية 2 في 30 زائد 13 عايز أجيب بقى دلوقتي قياس الزاوة 2 في 30 ب 60 زائد 13 يساوي 0.33617 يعني هنا الزاوية بتاعتي 73 درجة وبالتالي هتكون برضو التانية اللي هي زاوة القاعدة 73 درجة فاضل زاوية الرأس أجيبها إزاي؟ أنا أعرف إن مجموعة قياسات الزاوة المسلس 180 يبقى كل اللي أنا هقوله ال180 درجة ناقص مجموعة الزاويتين يعني 180 ناقص 73 زائد 73 هيبقى 180 ناقص 3 و 3 6 و 7 و 7 و 14 هيساوي هنا 10 وهنستلف واحد يبقى 7 10 ناقص 6 4 7 ناقص 4 هي ديني 3 و 1 ناقص 1 0 يعني 34 درجة عايز أتأكد إن زاوية بتاعتي صح هنجمع 34 و 73 و 73 هنحصل في النهاية على 180 درجة في النهاية بتمنى لكم كل توفيق على أمل اللقاء قريبا في فيديوها التانية جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اشتركوا في القناة